بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الموداء مازلنا في الكلام عن أصحاب السعادة، أصحاب السعادة الزوج والزوجة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المعاني اللي بيها يظهر الرجل رجولته وبيه يستحق منصب الفارس في قلب شريكة حياته وبكده هو ما يبقاش محتاج أي عناء إنه هو يسكن في قلبها ويحصل إنه هو ياخد لقب إنه هو ما لي عينها وما لي قلبها وقلنا الصفات ديته والصفات دي كانت واضحة وقلنا إنه إحنا في الحلقة دي هنتكلم عن الصفات اللي من خلالها الأنثى والزوجة تملى قلب جزها وتملى عينه وتملى حياته بهجة والسعادة بس خلينا أقول لكم حاجة مهمة قوي إحنا بنتكلم هنا مش هنتكلم على إن الأنثى بتبقى أنثى بالمظاهر الجسدية بتاعتها وإن كان طبعا الجمال في الشكل أمر مهم لكن هتلاقوا حاجة غريبة جدا جدا ظاهرة معروفة وملموسة بشكل كبير جدا جدا ومرصودة تجد حاجة غريبة قوي إن الرجل وسيم بس مجاوز امرأة وسعيد بيها جدا وفخور بيها جدا وهي مش في نفس درجة جماله هي إيه الحكاية؟ لإن الرجال بيبصوا للأنثى بشكل آخر وخاصة الأنثى التي سيتزوجها فلذلك لازم نعرف إن الأنثى اللي هي امرأة هي جاوزة الرجل فيها صفات أخرى غير الصفات الشكلية وأنا بحذر إن المرأة اللي هتعتمد على صفاتها الجسدية بس من جمال ومن مظهر جسدي قد لا تكون رجال كتير يحبزوها في مسألة الجواز ليه؟ لأنه في الجواز هو حاسس إنه هيدخل الجواز فهتبقى الحياة فيها تفاصيل أكتر من إننا نقف أنا وزوجتي في فترينا والناس تتفرج علينا ويمكن ده اللي الناس اللي ما بتفهموش إيه اللي حاصل؟ هي ما بتفهمش إيه أنا عندي كل الجمال ده وإزاي ممكن يبص الغيري آه لأنه بيبص الغيرك لمعاني أخرى إحنا بقى هنتكلم على المعاني السابعة اللي لو كانت فيك تبقى أنثى وهذه الأنوسة تجذب الرجل أول حاجة أن أنت تكوني مقدرة لظروفه يعني إيه مقدرة لظروفه؟ يعني تتفهم حاله الرجل بيعشق المرأة اللي بتتفاهم حاله على فكرة أقول لكم حاجة الاحتواء البديل وكل امرأة بتصطد رجل في خارج الزواج بتصطده بهذه المسألة إنها تعمل إيه؟ تقول له والله أنت راجل ما فيه إزايك اللي أنت بتتحمله ده ما فيهش حد تاني يتحمله ولذلك فكرة أن حد أن المرأة تتفهم ظروف زوجها وتقدر الظروف ده بتخلي الزوج حاسس أنه في أمان أنا ما بتلكمش مع الرجالة برضو بتحب الأمان الرجالة بتخاف جداً جداً إن الست ما تكونش فهمة ظروفها ومقدرة ظروفها ولذلك هو دايماً بيجي ويحس بالإحباط ليه لما يدخل البيت يخش البيت يحس الزوجة بتقوله أنت إيه اللي أنت عملته يعني ما عملته زي يقول للرجالة لكن الزوجة لو تفهمت ظروف زوجها أو المرأة تفهمت ظروف شريك حياتها بتملأ قلبه زي ما السيدة سوا دا كده ماذا؟ تنزلت عن يومها للسيدة عائشة إيه اللي حاصل؟ بقت في قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الثانية إن هي تكون إنسانة ممتنة ومعبرة عن هذا الامتنان يعني إيه ممتنة؟ يعني هي تحس إن زوجها دا نعمة من ربنا وتعبر عن دا يعني إيه تعبر عن دا؟ إن هي تعبر عن إحساسها بإني ربنا أعطاها نعمة طبعاً الستات بقى تقول طب وإذا ما كانش نعمة ما أنا عايز أقول لك إن حضرتك لو إن أنت عايزة تخرجي أحسن ما فيه لازم تحسسي بهذا الكلام وأقرب الناس اللي محتاجين وقولوا للناس حسنة هم الزوجين وجعل بينكم وإيه؟ مودة ورحمة يبقى لازم لازم نشوف الأمر دا ونمشي إليه إن كمان الصفة الثالثة إن هي تكون إنسانة محترمة لخصوصيته يعني إيه محترمة لخصوصيته؟ الرجالة بيبقى عندهم شوية خصوصيات هي بيحب إن هو في جزء من العمل ما يتكلمش عن العمل مع الزوجة في كل تفاصيله لو شاركها العمل دا بيبقى شيء جميل بينهم لكن هو في كتير من الأحيين ما بيحبش يتكلم عن العمل لكن الزوجة عايزة تعرف كل تفاصيل حياته وبتعتبر إن معنى إنه هو بيحبها إنه هو يخليها كل حياته ملكها بس دا ما بيريحش الرجالة وما بيخليش الراجل قلبه مليان بحب زوجته شوف السيدة خديجة كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء الليالي زوات العدد السيدة خديجة في أبدع مثال لإحترام خصوصية حضرة النبي حضرة النبي بيحب الزهد بيحب الإقبال على الله بيحب الخلوة مع مولاه تحترم هذه الخصوصية رابع صفة إنها تكون إنسانة وثقة فيه حاجة مهمة جدا عند الرجال إن الست تثق فيه زوجها طبعاً الست هتقول طبو أنا أنا ما عنديش مبرر اللي يخليني أثق فيه أهو ده بيخلي الراجل يحس بإن الست دي مش هي المناسبة لها أو الله بغض النظر بقى عن إن انتوا بتتكلموا على إيه المشكلات اللي حصلت في الحياة إن الواحدة وثقت فيه فبعد كده غدر بيها نحن نتكلم على إيه اللي يخلي الزوجة تملى قلب جزها وما يقدرش يفكر في حد تاني إن هي تكون وثقة فيه تالت رابع خمس حاجة إن تكون إنسانة معبرة عن حبها وخاصة أمام الآخرين إن يتعبر عن حبها لي يحس كده إن هو فارس يحس إن هو في أحسن أحواله لازم هي تعبر عن ده الصفة اللي بعد كده إن هي تكون إنسانة متقبلة لقيادته يعني إيه تكون متقبلة لقيادته ودي الصفة الستة إن تكون متقبلة لقيادته إن هي إذا كان فيه أمر اختلفنا فيه فتقبل إن هو هو الذي ينفذ الأمر لأنه في الآخر هو الذي سيتحمل تبعات المسألة وليس معنى هذا إنه ما يكونش لها رأي لا معنى تقبلها لقيادته إنه تشاركه الرأي وتحاول أن تساعده ولكن في النهاية ما تمنعوش إنه هو يكون مسؤول عن البيت يكون هو الراعي للبيت في ستات ما بتحاولش إن هي تدعم هذا المعنى ما بتحاولش إن هي تساعد في هذا المعنى معنى إيه؟ معنى إن أنت الراعي معنى إن أنت المسؤول فلما ما بتعملش ده بتبقى مشكلة الصفة السابعة بقى إنها تكون فيها إن هي إيه بقى؟ الصفة إن هي تكون داعمة له يعني إيه داعمة له لما يقع في مشكلة لما يحصل درب في العمل لما يحس إن هو للأسف مظلوم في كل حياته تدعمه الصفات السبعة دي شوف السيدة خديجة عملت إيه مع حضرة النبي حضرة النبي قال إيه إنما رزقت حبها ليه بقى ليه حضرة النبي قال إن قد صدقتني حين كذبني الناس يا سلام على الدعم وواستني بمالها حين منعني الناس الله ما أصل السيدة خديجة هي إلا قلت له والله لن يخزيك الله أبدا إيه دا شوف كم الدعم اللي حصلت لحضرة النبي من السيدة خديجة فلذلك إيه اللي حصل قدمونا نموذج للمرأة كيف تملأ قلب زوجها فاستمر حب حضرة النبي للسيدة خديجة لغاية إيه لغاية حتى ما انتقلت فظل يحبها صلى الله عليه وسلم ويتذكر الزكريات الحسنة معها يبقى الصفات السبعة هي إيه أول حاجة أول صفة إن هي تكون مؤدرة لظروفه ومتفهمة لتفاصيل حياته الحاجة التانية الصفة التانية في الست عشان تقدر تملك قلب جزها إيه الصفة التانية الصفة التانية ببساطة خالص إن هي تكون كمان بشكل واضح ممتنة ومعبرة عن امتنانها لزوجها حاسة بإنه هو نعمة وحاسة بإنه هو فضل من ربنا إن هي تزوجته فهي ممتنة ومعبرة عن هذا الامتنان لزوجها الصفة التالتة بقى إن هي تكون محترمة لخصوصياته الصفة الرابعة إن هي كمان تكون وثقة فيه الصفة الخمسة إن هي تكون معبرة عن حبها خاصة في وسط الناس الصفة الستة إن هي تكون متقبلة لقيادته الصفة السابعة إن هي تكون داعمة له وخاصة في وقت الشداء أنا وبكلمكم كده أنا عارف إن الرجالة بيقولوا إيه يا سلام لو الستة تعمل كده تتبقى أحسن زوجة في الدنيا دا لو عملت كده إحنا نسعد ونحس بإن ربنا سبحانه وتعالى رزقنا نعمة من بعدها نعمة تحس كده كل اللي بيتكلم عن زوجته وسعيد بيها على طول تلاقي بيتكلم عن الصفات دي يعني لما يقعد مع مع أصدقائه ما تلاقوش هو بيتكلم بيتكلم على شكلها إيه ولا جمالها إيه تلاقي بيتكلم عن الصفات دي الصفات دي هي اللي تخلي الستة تملك قلب جزء مش الصفات بس التي تتعلق بالمظهر طب نعمل إيه بقى الستة لازم عشان تقدر تعمل ده فيه شوية معوقات أنا بتكلم وأنا جاي من بيت الخبرة بيت الخبرة اللي هو إيه جلسات الإرشاد الزواجي وتأهيل مقبينة على الزواج دولة الخبرات وكم كبير جدا جدا من تأهيل الناس في مسألة الأقبال على الزواج وسماع من الناس إيه اللي بيتمناه كل واحد يعني دايما أنا ببدأ بفكرة إيه إيه اللي بيتمناه خلينا نقول إن الصفات السابعة بتاعت الرجل والصفات السابعة بتاعت المرأة هي أمنيات كل واحد فيهم فإذا تحققت يذوبوا حبا طب أقول لكم حاجة إيه اللي بيمنع المرأة إن هي تكون كده حاجة مهمة أو أقول إحساسها بالتهديد طب أنا لو عملت ده كله وبعدين ما كانش فيه مقابل طب ما تيه تبقى دي مشكلة بس إحنا هناك تكلمنا عن الزوج الزوج الإيه الزوج الرائي والزوج الحامي وكلمنا عن صفات في الزوج تخلي الزوج ده أكيد مش هيعمل كده فإحنا عندنا شوية صفات بيبقى المشكلة من اللي يبدأ أنا شايف مش المشكلة من اللي يبدأ الاتنين لازم يبدأوا الزوج لازم يرعى الزوج لازم يحمي الزوج لازم كمان يكون غيور ولازم يكون فخور بيها تخيل كده لما هو يكون فخور بيها فحاسست أن هي نعمة فهي أكيد هتمتن وأكيد هتعبر عن حبه فرصة الناس فلازم إحنا الاتنين دايماً بسميها التغذية المتبادلة هو يشحنها بالمحبة والتقدير وإحساسه بأنها امرأة كاملة وأنا ليه بأتكلم عن الصفات دي الصفات دي اللي تخلي الزوج أنه يحس أن هو تزوج امرأة كاملة مش امرأة صورة امرأة ولا امرأة أنا بسميها امرأة الفاترينا لا هو لما بيجي يجاوز زيما بيقول كده فهو هنا بيحس أن هي ملكة قلبه طيب تعمل إيه المرأة؟ أول حاجة تشيل وهي بتتعامل عشان تقدر تنفس ده المخاوف لأن المخاوف دي بتخليها ما تقدرش تكمل بتقف في نص الطريق بتعتل الست بتعتل في النص تيجي بعد شهر جواز عملت الحاجات اللي احنا بنقولها دي تيجي تقول له بعدين أنا أفضل طول حياتي كده لو سمحت أنا مش أفضل كده وهو يلسه يكون الراجل لسه بيدرك ببطء ولسه بيتعامل بتعلمه ولسه بيبتدي في مكينة النطج فهي تقول له لا تعال نوقف بقى ونتحاسب انت ليه بتعمل كده انت ليه مهمني انت ليه كذا انت ليه كذا انت ليه كذا قومي أشوف انت ليه كذا انت ليه كذا لأ دي مش معدرة زروفي أنا لسه خارج أنا لسه عيوني مش قادرة تفتح من كتر الديون اللي أنا استدنتها فهي جاية تعمل لي كل الانتقاد ده ومش قادرة تتفهم اللي أنا فيه أنا متكلم إيه عن واقع بيوتنا وعشان كده لازم الست تشيل المخاوف المال يقلبها المال قلبها وتنشغل بإيه بهذه الصفات الأمر الثاني إنه لو فيه صفة مش قادرة تعملها لازم تتدرب عليها لازم تتلقى تدريب وأنا أقول لكم حاجة إحنا مقصرين في تدريب المرأة وتدريب الزوجة لأن الزوجة دلوقتي مختلفة الزوجة عندها أعمال كثيرة بتعملها فلما نمهرها ونخليها صاحبة جدارة إحنا منخفف عليها كل الأعباء اللي هي بتعيش فيها فإحنا محتاجين ندربها كمان فإحنا نقول لها كده لو فيه حاجة أنت حاسة أنت مش قادرة تعمليها اتدرابي عليها اتدرابي عليها زي إيه؟ زي بعض الآحين في بعض الزوجات ما بتقدرش تكون داعمها بشكل كبير في بعض الزوجات وخاصة الزوجات المستقلات ما بتقدرش تتقبل قيادة زوجها ما بتقدرش ما بتقدرش تتقبلها وبتعتبرها نوع من أنواع سلب حريتها وعشان كده هي محتاجة ممكن تكون محتاجة تدريب من دا الحاجة الأخيرة أن أنا متصور أن الزوجة ممكن تعملها عشان تعمل دا أن هي لازم تتواصل دائما بغير ثلاث حاجات بغير انتقاد وبغير شكوى وبغير اللوم تتواصل وهي بتفكر في الحلول ما تفكرش في إزاي ده هيفسد حياتها ولكن تفكر إزاي هي ممكن تخرج من أي ضيق إلى الساعة أظن أن السفات دي لو كانت موجودة في المرأة هي هتبقى أنثة كاملة وهتبقى مرأة جديرة بأن هي تملى قلب جزء وتملى عينها يا رب وفق بناتنا ووفق الزوجات إلى أن هن يفهمن أن هذه المسألة هي التي تفتح عليهم باب السعادة وباب الهنى وأن هذا الرجل الذي تزوجناه ليس عدوا ولكنه حبيب وإذا عبرت له عن المحبة سيغمرها بالمحبة ويصبح أسيرا لهذا الحب الذي أخرجته من قلبه عن طريق هذه الصفات الحسن يا رب اجعل الزوجات متمكنات من هذه المفاتيح لقلوب الأزواج عشان يعيشوا ودايما يتكتب على أبواب بيوتنا هذا بيت يسكنه أصحاب السعادة يا رب سعدهم دايما يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بن نمج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان بنتلقى عليها اقتراحتكم وتعليقاتكم اللي بتساعد في ان احنا دايما نكون في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ويكون هذا المجلس من مجالس العلم منير بمشاركتكم معانا معانا أول اتصال معانا الأستاذ علاء من الجيزة يتفضل ايضا يا حساسك يا دكتور نعم وفضل الحمد لله بقول لحساسك أنا عايز أسأل أنا كل سنة بضحي بشترك في عجل نعم بالربع نعم السنة دي عايز أخذ كمية الضفية ليه أنا من العجل ده يعني ايه أشترك مثلا بالنص وأخذ الربع من الضحية والربع الثاني ليه أخليه ليه انت يجوز ولا لا يجوز يجوز يا سيدي يجوز انت تاخد انت وكأنك هتاخد تلاتة ونص آآ احنا عندنا العجل بيبقى بالزبط كده بيساوي سبعة من الشياه فكأنك هتاخد تلاتة ونص آآ تلاتة شياه ونص والشريك اللي معاك التاني هاخد تلاتة شياه ونص فيجوز ان انت تطلع الربع عشان ده تقعيب أكبر من الشياه والباقي تجعله في البيت ما فيهوش مشكلة فده جائز إن شاء الله وفيك إن شاء الله وربنا يتقبل منك ومن جميع رب معنا الأستاذ أحمد من المنوفية سلام عليكم أستاذ أحمد نعم وفضل الحمد لله بس في الطهارة والوضوء يا دكتور أنا معلش يا سيد أحمد التلفون بيقطع شوية ممكن تنتقل بس المكان تفضل بلح كان لي سؤال في الطهارة والوضوء على رأس تفضل الله يكرمك أنا ما عنديه ثلاث بول تمام بس بعد الاستنجاء بحس إن في بلل بس عندك وسوسة هو والله مش موضوع وسوسة أنا متأكد إن في بول بس أنا بحس برطولة طيب ألا إيش عرفني طيب أنا بحس بالبلل ده فلما بتفحص نفسه أتأكد بص يا سيدي بدام البلل ده إنت ما شفتوش ما فيش بلل بيحصل لإن فيه تأثير نفسي بيحصل عند الناس اللي عندهم وسوسة أو عندهم حرص زيادة خلينا أقول لك اللي عندهم حرص زيادة في الطهارة بيحصل لهم ده وخاصة لو إن واحد فيهم حس إن هو أصيب بالسكر فاهم أنت الإسة؟ هو فعلا الموضوع ده وصلني الوسوسة أفضل درجة أن أنا يعني كنت أردت أصيب السكر وعشان برد وعشان مسألة السكر برد أو أنا ما عندي السكر خلاص يبقى المسألة كلها ما فيش أي حاجة خالص ووعة تعمل كده وديك قولت هو يبقى الوساسها ممكن تخليك توصل لإيه؟ توصل لإن أنت تسيب الصلاة أرجوك ما تعملش كده أنت المسألة ببساطة وبسهولة وبيسري خالص 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 أنت بتشوف بلل في الهدوم ما فيش أنت أصلا بدل ما فيش بلل ما تدورش لإنه دوت أصلا يخليك توسس أكتر فخلاص دوت ما تلتفتش إليه واستمر في صلاتك إن شاء الله ناشا دكتور شكرا لها أحسن الله لك معنا الأستاذ مؤمن من طنطة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت حضرتك أنا كنت عايز أستفسر بس أنا نويت أن أنا ضحي السنة دي إن شاء الله يلا توكلنا على الله بس أنا يعني مهنتي ما ينفعش أن أنا فيها أربي دقني أو كده فأنا لازم أن أنا أحلى دقني أو لازم أن أنا أقص من ضغافي دايما ده من السنة ده من السنة وليس واجبا يعني أضحيتك مش هت مش هيحصل حاجة ولكن ده من السنة إن أنت تتشبه بالحجيج لما تعمل الأضحية فإذا كان ده مش هتقدر تعمله وإن أنت لازم تعمل كده سواء عشان مهنتك أو سواء لأي سبب آخر فده من السنة فيجوز لك إن أنت تحلق وتقص ضغافرك وده مش هيأثر على صحة الأضحية إن شاء الله أستاذة هنة أهلا وسعى عليكم إذن حديثك يا دكتور أهلا وسعى بحضارك يا أستاذة هنة أنا مستعى عندي مشكلة بخصوص الكلام اللي حضرتك قلته ربنا ما يجيب مشاكل أنا عندي بقدر الإمكان الخطوات اللي حضرتك قلتها دي أنا مستعى عليها يعني أنا ست في حيلي وماليش اختلاط بحاجة ما عنديش غير أهلي سوضع عصري وبيودي زعق كثير بس تعالى تحب تعملي معايا تمرين كده طب نجيبي الصفات السابعة كده من أولا كده خالص نجيبي الصفات السابعة أول صفة كانت إيه إن أنت تكوني متفهمة أنا أنا أقولك الصفات أنا أنا بس أقولك الصفات بس عشان إيه أول حاجة تكونوا متفهمة ومقدرة ظروفه فده صحيح أدي بأقولك حاجة السفات السابعة دي أقولك تعمليها إزاي أدي النفسك درجة من عشرة في كل صفة من الصفات دي يعني أدي النفسك درجة من عشرة في مسألة إن أنت مقدرة ظروفه ومتفهمات أدي النفسك درجة من عشرة إن أنت ممتنة بإن أنت حسة بإن هو فعلا نعمة لكن إنت لو شايفاء لو مسغرا في عينك قد شوفيه صغير أدي درجة من عشرة لاحترامك لخصوصيته أدي درجة من عشرة لوثوقك فيه أدي درجة من عشرة لتعبيرك عن حبه خاصة أمام الآخرين سادس حاجة أدي درجة من عشرة لتقبلك لقيادته وإدي درجة من عشرة لدعمك ليه أدي درجة من عشرة وجمعيهم أنا بالفعل بعمل حضرتك إن حضرتك لو تلعوا بص حضرتك لو تلعوا أقل من خمسة وتلاتين الرقم لو تلعوا أقل من خمسة وتلاتين إحنا في خطر فهمة؟ أيها بس هو عليه جانب أنا برضو يعني بأضغط وبحس بلم و بلم من ناحيته يعني ما بيقدرنيش ليه بعمل ما بيقدركيش؟ ده سؤال اقترحي لي حضرتك احتمالات لعدم تأديره لحضرتك يعني وأنا بحب أسمع كلمة كويتة أحب حدي يطبطب علي كل درجة حلو قوي ده بتعملي إيه بقى؟ أنت بتحب إن حدي يقدارك تعملي إيه؟ قدريه؟ ما أنا فعله بقدره طب ما أنا طول ما عادة بأقوله يعني أنت بتقول له كلام حلو؟ أيها بس هو بيقدر مثلا لما نزين يبقى خينوش كلا ومدخوصا بنظر ممكن تلك أسابيع ونتكلمش مع بعض هو عنده الحب ضعف طبعا نعمل ليه في حديثة يا أستاذة هنا تحدى حديثك اسمك هنا فحضرتك بعد إذن حضرتك لما بتعوده ثلاث أسابيع وعلى فكرة ما حدش يجي يقول لي بقى أنت جاي على المرأة مش شوية بقى حد يقول لي جاي مع المرأة دلوقتي إيه اللي بتكلمني؟ مش هو اللي بيكلمني طب هو لما بيقعد تلاث أسابيع هنعمل ليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم والذي يبدأوا بالسلام؟ ما هو بقى بيفتكر أنه ده ضعفة منه آه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اللي بتكلم دلوقتي؟ مش هنة دي النفس الأمرها بالسوق بتاعت هنة إن أنا لو إن أنا روح تكلمته هيفتكر إن أنا إيه؟ إن أنا إنسانة ضعيفة فشيئاً فشيئاً يحس إن هو متجاوز واحد صاحبه ولا أنت يا أقوى عايز يحس إن أنت متفاهمة الظرف بتاعه فمتفاهمة إن هو بيحبك ومش عايز يجي يكسر فأنت لما سلمت عليه وفتحت له طريق للحل ما نيجي نفهم كده وإحنا نخسر حاجة لما نفهم كده وبقى ما نخسر حاجة ده طريق للحل هتقول لي تفضلي معلش أنا بقى أصعد معلش بسهو حارب بيحسني إن بالمناسبة أستاذ هانا أستاذ هانا أنا سعيد أنا سعيد زي ما يقوله بالدي بيت ده لإن أنا عارف إن ده لازم يحصل ليه لازم يحصل لإن السادة دايماً إحنا مأمورين إن إحنا نستوص بيها وأنا قلت إن هو عناك ده الراجل ده حامي وراعي وفخور وغيور وقلت شوية حاجات عن الراجل والراجل ده بيعمل شوية حاجات كتيرة فهو دلوقتي كان المفروض يجي يقول لي هو برضو طب أنا أعمل ده كله ليه إذا كانت هي نيكادية وبتنكد عليها فإذن إحنا محتاجين إن إحنا نشيل فكرة الوفوسات بعضي ده عايزين نشيل فتيل العداوة عايزين نتعامل إحنا بنتشحن بإن إحنا ما تسمحلوش بكده ما تسمحلهاش بكده فنبص في الأخي خالص إن البيت حلبة مصرع مش كده؟ مش أنت خايفة تتهزمي؟ لا أمنش حكيت أتريدين بس أنا ما بلاقيته مقابل يعني لما بعمل حاجة قريبة أنا بحكيتني ده عايزي تسدقي والله عارف يا أستاذ هانا عارف يا أستاذ هانا أنا مش هقولك والله إني أجرك عند الله وما إني ده صحيح لكن أقولك حاجة تانية خالص أنت حضرتك بتبني حاجة يعني مثل على سبيل المثال لما يكون عندك طفل أنا طبعا عارف الانستاذات في بعض الأحيان يقول لي ما تقوليش إني ده طفل ده أنا مسؤولة منه أنت لو عندك حاجة بتطبعي معاها وفي علاقة ما بين الصداق في صداقة بينك وبين حد تاني أنت بتطلبي إن من أول لحظة تدوبوا في بعض ولا بتاخد وقت عشان نتفهم بعض أنتوا بتنضبوا مع بعض فكل ما أنت كنت نطجة عتضطرين وينضج فأنا نصحت لحضرتك ما تسبيش نفسك تخليك تزهقي طب نعمل إيه عشان ما تزهقيش وعودي معاه وتكلمي بهدوء خالص لما تيجي تتكلمي ونقوليش أنت سيء ولكن قولي له أنا محتاجة لكذا وقولي له إزاي ويا يريد تقترح عليه كمان المخارج اللي فيها وتقولولي أنت عتسعديف ده أستاذ هانا صدقيني أنا ما شفتش حاجة بتضر الزواج وبتضر الناس اللي هم عايشين مع بعض غير لما يوقفوا البعض على اللكمة على الوحدة على الكلمة على المشاعر خلينا نكون عاون للبعض إحنا بنساعد أصدقائنا عشان يخرجوا أحسن ما فيهم نتيجوا نساعد أزواجنا وزوجاتنا عشان يخرجوا أحسن ما فيهم فاصل ونرجع تاني نكمل أسئلتكم ومباركة ولكن بعد الفاصل رجاءنا لحضراتكم ومعنا الأستاذ محمود من الأقصر أستاذ محمود أهلو السلام عليكم يا دكتور عمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك محمود من جول همم وأنا سعيد أن أنا بكلم حضرتك على طول والله وأنا كمان سعيد حاج محمود تفضل تحيات الفريق الأداب وكل تلفزيون المصر جميع العملين وسياة الرئيس بكل خير بمناسبة عيد الأطحى يا فنلم وجيشنا وأمنينا بكل خير أشعبنا المصر وربنا يحرص مصر يا رب الله يكرمك السؤال يا حاكم حمود يا مولان الله يبركك يا دكتور عمود أنا كلمت حضرتك قبل كده بخصوص الغلاق عندنا واستغلال بعض التجار الموضوع ده لسه موجود عندنا أقسم لك بالله سهرتك من الحلقة الخاصة يتنظم بالنسبة للاستغلال التجار يتنظم للناس الغلابة استغلال إيه استغلال الدكتور للناس الغلابة حاضر أتكلم أنا تكلمت قبل كده عن مسألة استغلال التجار للناس الغلابة يا جماعة الخير في حاجات كده بتتحول من كونها معصية إلى كونها كبيرة زي مثلا الفرار من الزحف لو واحد فر من قدام حد ولا فيه أي حاجة خلاص لكن يفر في الزحف دي كارسي ييجي واحد مثلا لو عايز يعمل إيه يسقع حاجة لكن لما يسقع حاجة في وقت حاجة الناس فيحتكرها فيبقى ملعون المحتكر ملعون فلذلك الاحتكار والتلاعب بحاجة الناس يجب لصاحبه اللعنة يخرجه بقى من الرحمة فيحس إن حياته ضيقة ضيقة ويأخذ وتاخد معاه البركة ويحس بالضيق ولذلك يا سادة هو الواحد لما يستغل سؤال بقى الواحد لما يستغل حاجة الناس هل ده إيه من أكل أموال الناس بالبطل نعم هل ده من أذى الناس نعم هل ده يخالف كونوا مؤمن نعم لأن الناس المؤمن من أمينه الناس هل ده يخالف مقتضى إنه مسلم نعم لأنه المسلم من سلم الناس يبقى إذن لما هو لا يكون كذلك الناس لا سلم منه ولم أمنع على أموالها وهو بيحتكر فبيعرض للمجتمع كله للخطر على فكرة كل ضيق وكل مشكلة مجتمعية هو له حظ منها هو له حظ من هذا فليتق الله سبحانه وتعالى ربه وما يعملش كده في أموال الناس وما يعملش كده في المجتمع بتاعه لأن كل من المجتمع يقن فهو شريك في إيلام هذا المجتمع وربنا سبحانه وتعالى يحسبوا على هذا الإيلام معنا السيدة أمو محمد أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاند إزاي حضرتك يا شيخ؟ نعم والحمد لله وفضل الحمد لله كله عم وحضرتك بخير والسنة جاء يكون عند الرسول لصحبك كده بأمر الله يا رب يا رب إن شاء الله يكتب هنا ويكتب هالك يا رب يا رب إن شاء الله يا رب كنت بقول لحضرتك يا شيخ؟ أنا بالي سنة كنت عملت حاجة زعلت ربنا مني فاستغفرت ربنا وتبث واندمت على كل شيء وكده الحمد لله فأنا نفسي ربنا يبقى معي أتقرب من ربنا أكتر مشتاج عبك ومشتاج رده نعم مشتاج الساترو نعم فالعمل ده دلوقتي فيه ناس كتير بتحاول أنه تأذيني في عملين تلعوا ناس كتير أعداء لي بيحاول أنهم يأذوني في شغلي فالحد هذا أنا منيش عارف أعمليه فأنا مشتاج أن ربنا يعني يقويني عليهم يا أقول لحضرتك تعملي إيه؟ أول حاجة عشان تقدر تعملي الكلام ده لازم يكون عندي ثقين يقين من إيه؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لازم يكون عندك يقين أن محدش يقدر يدرك بشيء ما كان الله سبحانه وتعالى حافظا لك فادخلي في حمى الله تخلي في حمى الله بأمرين بالتوبة النصوح واليقين في الله سبحانه وتعالى تيقني أن أنت في حفظ الله إلا حاصل قالوا لسيدنا موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي يا ربي ساهدين خليكي بهذا اليقين ما تجيش تقولي لي أن أنت بتتكلم عنه إحنا الأنبياء بيعلمونا يعلمونا إيه؟ أن لو حتى المصيبة بتلمس منخيري بتلمس ظهري إن معي يا ربي ساهدين خليكي على هذا اليقين حاجة تانية لابد تغيري من برنامج حياتك لأن طول ما أنت حسى أن أنت في أي لحظة عتيجي المصيبة دي وتحصلك وتحصلك أو الأذى بتاع الناس دي وصلك طول ما أنت قاعدة شغلة نفسك طول الوقت مش هيكون ده صحيح غيري برنامج اليوم بتاع حياتك جددي في برنامج حياتك الحيات الثالثة زودي بقى ذكر الله زودي الصلاوات على حضرة النبي وزودي كمان الذكر وخليكي دايما في الفترة دي قولي يا لطيف 129 مرة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرم حضرتك معنا الأستاذ سعاد من الجيزة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سعاد طيب أستاذ سعاد ممكن تعاود الاتصال بنا تاني أستاذ سعاد معنا الأستاذ عبد الباصط من أسيوت وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بك عم الشيخ الحمد لله بس أنا أتمنى على حضرتك يا حاج عبد الباص أتمنى على حضرتك أن أنت توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون وعليك أنا أنت طيب وعليك طيب وبصحة وسلام بس وطي التلفزيون واسمعني من التلفون لو تكرمت عليه تمام تمام الشيخ أخبارك كيف الحمد لله بخير وإنت طيب بصحة وبسلام وعافية الله يبرد فيك يا شاه السؤال والله يا شيخ سامح حضرتك سامح حضرتك الصفات اللي حادثة قلتها دي في المرأة السابعة دي مفيش في زوجتي أنا أعملها بس أقولك أنا عارف باتحكي ليه حاجة عبد الباصط قلت إمتى فيه راجل أيتسم بيه وقول لي كده لأن أنا عارف أنا عارف أعملها في الله ولا أعملها لا أقولك طريقة أسأل من كده أقولك طريقة أسأل من كده اطلع الميزان يا حاجة اطلع الميزان يا حاجة عبد الباصط ايه الميزان بقى اللي بقولولك فاكر الميزان اللي احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت اه ايه بقى لا انت مش فاكر انت بس خدت الصفات ومطلع هتطلع الميزان أول حاجة اسمع طيب حاجة عبد الباصط ما اطلعهاش اطلع نفسك عن الميزان الأول وبتخليهم في حالة كفاية وفي حالة رضا هذه أول حاجة تاني حاجة حضرتك حميهم حتى من نفسك حضرتك حميهم او حميها حتى من نفسك يعني حميها من غضبك حميها من سوء ظنك حميها طيب تالت حاجة حضرتك راعي راعي بمعنى ايه ان انت لما بتوصل هي بتحس ان هي في امان مش بتحس ان فيه حاجة كبست على صدرها انت ده بيحصل رابع حاجة حضرتك حمال يعني ايه اللي حاصل يا ست قوة تشيري هم انا بدلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي السيدة عائشة ايه بل انا وراء سايا عائشة حضرتك بتغير عليها حتى بتغير عليها من ان هي تغان وانت موجود طيب حضرتك فخور بيها حضرتك فخور بيها حاسس ان هي نعمة من ربنا حضرتك بتقود البيت قيادة عاقلة مش قيادة ضاغطة بتخليها تتخنق من القيادة دي لو انت عامل دول وبحق انا بقولك ان هي هتبقى فيها نفس الصفات السابعة اللي انت بتقول ان هي مش موجودة واضحة حاجة ببسط يعني انت في انت حاجة ببسط المعادلة ايه جي الراجل قال له ايه قال له ادفع بالتي ايه احسن فقال له دفعت فلم يتغير قال له ايه لم تدفع لان في وعد من الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه اعداوة كانه ولي حميم دي زوجتك حبيبتك انت لو عملت كده كل الامور هتتغير تعال اقول لكم السبع صفات تاني ايها الرجل اذا اردت ان تملك قلب زوجتك واذا اردت ان تكون في المقام العالي فارسها وايه وبطالها فخليك اسعى بالكسب الحلال ولا تتوقف عن الكسب ابدا حتى لو صارت هناك ضائقة استمر في الكسب الحلال من اي جهة مدام العمل شريف مكفيها ما تخلقاش تحس بالتهديد الاقتصادي التخديد الاقتصادي مش تهديد في المال بس تعديد الست بتحس ما يحصل لها تهديد اقتصادي انه ده تهديد في العرض هتخلي بالك خليك دايما ساعي ما توقفش عن العمل ابدا خليك دايما حامي واول حد تحمي زوجتك واهل بيتك منه ان انت تحميه من نفسك ما يخفوش منك ان انت تكون راعي كل اللي يسعدهم ويحسسهم بان حياتهم مريحة تكون انت الراعي فيه تكون حمال تخلي لما حد يحس بان هو مش قادر ونخ ومش قادر يشيل تشيل عنه وتكون غيوره وتغير على سمعتهم تغير على سمعتها ان حد يقول فيها كلمة مش مناسبة حتى ولو كان من اهلك تكون فخور حسس ان هي نعمة ومال انت روح تجوستها ليه كمان تقود البدق بس قيادة عاقلة تستشرها وتاخد برأيها لما يكون الكلام ده وتمحتاج لده وانت يا اياته هالزوج اذا اردت ان تكون الانثة الكاملة اللي تملك قلب جزها فعليك ان انت يكون فيك السبع صفات دول اول حاجة تكون مقدرة لظروفه تاني حاجة تكون ممتنة وتعبري عن امتنانك بان هو جوزك تالت حاجة ان انت تحترم خصوصيته رابع حاجة تكون وثقة فيه خامس حاجة ان انت تعبريه عن حبك وخاصة في وجود الاخرين في وجود والدته في وجود اهله في وجود ناسه تعبري عن حبك رقم ستة ان انت تتقبل قيادته تتقبل قيادته لان هو في كتير من الاحيان فيه اشياء معملها شغل الرجالة فتتقبل قيادته سابع حاجة واخر حاجة ان انت تكون داعمة لي وخاصة في الاوقات الصعبة يا رب انا معاول على جمال نظرك الينا يا رب ومعاول على مددك لبيوتنا بالسكينة والمواد دا والرحمة ان يهدي بال الازواج والزوجات الى هذه الصفات اللي بتسعد كل واحد فيهم واللي تخليهم عايشين ويحسوا ان ابواب البيت لما بتتفتح ويدخل شريك الحياة ابواب بتتفتح على جنة السعادة اللي انت يا مولانا ما بتحرمناش ابدا ان احنا نكون فيها يا رب اجعل بيوتنا كلها بيوت سعادة وهنا وفرح لما نحس ان مدد ربنا معانا ونتجاوز مخاوفنا اللي هي في الحقيقة بتسود حياتنا ونشوف انوار الصفات السبعة دي اللي بتخلينا وكأننا بنرتقي لغاية ونرى مدد الله سبحانه وتعالى لبيوتنا اكرمنا يا رب واعننا على انفسنا واجعلنا يا ربنا من اصحابي النور والبركة والمدد لنرى مودتنا ورحمتنا ونرى سكينتنا التي تنزل من من تجليات كرمك لنا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اعننا على ان نكون من اهل الحكمة والنضوط برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة